قال متمم بن ويرة صرمت زنيبة حبل من لا يقطع حبل الخليل وللأمانة تفجع ولقد حرصت على قليل متاعها يوم الرحيل فدمعها المستنفع جذي حبالك يا زنيبة فإنني قد أستبد بوصل من هو أقطع ولقد قطعت الوصل يوم خلاجه واخو الصريمة في الأمور المزمع بمجدة عنس كأن سراتها فدن تطيف به النبيط مرفع قاضت أثال إلى الملا وتربعت بالحزن عازبة تسن وتودع حتى إذا لقحت وعولي فوقها قرد يهم به الغراب موقع حتى إذا لقحت وعولي فوقها قرد يهم به الغراب الموقع قربتها للرحل لما اعتادني سفر أهم به وأمر مجمع فكأنها بعد الكلالة والسراع الجنت غاليه قذور ملمع يحتازها عن جحشها وتكفه عن نفسها إن اليتيم مدفع ويظل مرتبئا عليها جاذلا في رأس مرقبة ولأيا يرتع حتى يهيجها عشية خمسها للورد جأب خلفها متترع يعد تبادره المخارم سمحج كالدلو خان رشاؤها المتقطع حتى إذا ورد عيونا فوقها غاب طوال نابت ومصرع لقى على جنب الشريعة لائطا صفوان في ناموسه يتطلع فرم فاخطأها وصاد فسهمه حجرا ففلل والنضي مجزع أهوى ليحمي فرجها إذ أدبرت زجلا كما يحمي النجيذ المشرع فتسك سكا بالسنابك نحره وبجندل صم ولا تتورع لا شيء يأتو أتوه لما على فوق القطاة ورأسه مستتلع ولقد غدوت على القنيص وصاحبي نهد مراكله مسح جرشع ضاف السبيب كأن غصن إباءة ريان ينفضها إذا ما يقدع تيق إذا أرسلته متقاذف طمح وأشراف إذا ما ينزع وكأنه فوت الجوال بجانئا رئم تضايفه كلاب أخضع داويته كل الدواء وزدته بذلا كما يعطي الحبيب الموسع فله ضريب الشول إلا سؤره والجل فهو مربب لا يخلع فإذا نراهن كان أول سابق يختال فارسه إذا ما يدفع بل رب يوم قد حبسنا سبقه نعطي ونعمر في الصديق وننفع ولقد سبقت العاذلات بشربة ري وراوقي عظيم مترع جفن من الغرب بخالص لونه كدم الذبيح إذا يشن مشعشع أله بها يوما وألهي فتية عن بثهم إذ ألبسوا وتقنعوا يا لهف من عرفاء ذات فليلة جاءت إلي على ثلاث تخمع ظلت تراصدني وتنظر حولها ويريبها رمق وأني مطمع وتظل تنشطني وتلحم أجريا وسط العرين وليس حي يدفع لو كان سيفي باليمين ضربتها عني ولم أوكل وجن بالأضيع ولقد ضربت به فتسقط ضربتي أي دلكمات كأنهن الخرواع ذاك الضياع فإن حززت بمدية كفي فقولي محسن ما يصنع ولقد غبطت بما ألاقي حقبة ولقد يمر علي يوم أشنع أفبعد من ولدت نسيبة أشتكي زوى المنية أو أراء توجع ولقد علمت ولا محالة أنني للحادثات فهل تريني أجزع أفنين عادا ثم آل محرق فتركنهم بلدا وما قد جمعوا ولهن كان الحارثان كلاهما ولهن كان أخ المصانع تبع فعددت آبائي إلى عرق الثرى فدعوتهم فعلمت أن لم يسمعوا ذهبوا فلم أدركهم ودعتهم غول أتاها والطريق المهيع لابد من تلف مصيب فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى تسرع وليأتي أن عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع ترجمة نانسي قنقر